على الرغم من اتفاق أبرمته ميليشيا الحوثي مع الأمم المتحدة في شهر نيسان الماضي لوقف ممارسة هذا النوع من الانتهاكات يؤكد تقرير الوكالة Associated Press أن تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن لا يزال يجري على قدم وساق الوكالة نقلت عن مسؤولين في الميليشيا قولهم إن الحوثيين جندوا خلال الشهرين الماضيين عدة مئات من الأطفال بينهم من هم في عمر العشر سنوات ونشروهم على خطوط الجبهة ضمن حشد للقوات خلال الهدنة التي توسطت بها المنظمة الأممية وبحسب تقرير الوكالة فإن الحوثيين يستخدمون ما يطلقون عليها المعسكرات الصيفية لنشر عيدولوجيتهم المذهبية وتجنيد الصبية للقتال إذ تقام مثل هذه المعسكرات في المدارس والمساجد في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن خاصة شمال ووسط البلاد والعاصمة صنعاء إذ يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن نحو ألف طفل جندهم الحوثيون في أرض المعركة قتلوا بين مطلع سنة 2020 ومنتصف سنة 2021 ويضغط عناصر ميليشيا الحوثي على العائلات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويجبرونهم على إرسال أطفالهم إلى معسكرات الميليشيات المدعومة إيرانية للتدريب على التعامل مع الأسلحة وزرع الألغام مقابل سماح الميليشيات بتوصيل حصص غذاء من منظمات دولية إلى هذه العائلات هي جريمة أخرى تضاف إلى سجل ميليشيا الحوثي الحافل بالجرائم ضد المدنيين ولا سيما الأطفال منهم فهم لا يفرقون في حربهم بين عسكري ومدني رجلا كان أو امرأة أو طفلة ثم هاهم يقدمون أطفال اليمن قربانا لتنفيذ أجندات داعميهم الإيرانيين في التوسع ومد النفوذ في أنحاء اليمن والمنطقة العربية